النهاردة ضيفي من النمازج الإيجابية جدا الحقيقة مش بس اللي هنتكلم عنه النهاردة أو مش ابتكاره بس النهاردة هو الحاجة الوحيدة اللي عملها لكن الحقيقة انه ضيفنا النهاردة عمل حاجات كتير جدا والحقيقة لما هتشوفه معنا دلوقتي هتعرفه وقديه هو شخص ناجح جدا معنا بيتر إبراهيم صاحب فكرة المتحف الزاكي بيتر ننورنا النهاردة رشاب حكاية عامل ايه؟ الحمد لله تمام عرفني بقى ايه موضوع المتحف الزاكي ده ايه موضوع المتحف الزاكي ده كان البروجيكت بتاعي الأولاني خالص أنا ابتديت كانت فكرته وببساطة نحن بنساعد الناس ان هم يتعلموا في المتاحف من خلال الـ VR عن طريقين هم بيعملوا سكاننج لكود QR قدام التماثيل كل تمثال بيبقى فيه قدامه كود بيبتدين يعملوا سكاننج بالموبايل بتاعه بيبتدين نفتح له أولاين أبليكيشن عنده على الموبايل يبتدين يشوف التمثال قدام منه ويكلمه ويحكيله عن نفسه ويبتدي ياخده الرحمة اللي هو كان عايش فيه ويبتدي يسأل تمثال أسئلة ويجاوبه ويبتدي أنه يتفرج على الـ environment بتاعت التمثال فهدتها يعني دي دي كانت الفكرة بتاعتي الأولانية اللي كنت شغال فيها تقريبا لحد 2017 وبعدين اتطورت؟ اه دلوقتي احنا عندنا ستارتوب ستارتوب دي يعني شركة نشأة اسمها P.I.K Play Interact Knowledge شغالين من اللي احنا بنعمل Entertainment Educational Programs للناس من خلال الـ VR بتبقى بقى بنتارجت شركات ومصانع وجامعات ومدارس بنسهل لهم العملية التعليمية بنبقى عن طريق نحن بنوفر tools بنحول الطريقة العادية من التعليم اللي هي بتبقى جانب نظري بعث لطريقة تفاعلية من خلال الـ VR لا فاهمنا أكتر ازاي بتستخدمه الـ VR ده اللي هو موجود قدامك دلوقتي في التعليم لأنه فكرة التعليم وأنه يتسهل بطرق تكنولوجية مختلفة مش مفهوم قوي أو مش معروف ممكن نتعامل ازاي تمام هو المفروض في طريقة العادية سواء في ترينيج في شركة أو في مدرسة أو في جامعة أو أين كان بيبتدين فيه شخص أو محاضر بيبتدين نواشرح الـ content بتاع المادة أو المحتوى العلمي بتاعه تمام إحنا بنقضوا المحتوى ده بنحوله الجزئين أول جزء بعباره عن فيديو الفيديو ده بتكنولية الـ 63 درجة 63 درجة دي معناها أن بالضبط بتبقى حاجة ما بين الفيديو العادي وما بين المقابلة الحقيقي بيبقى بالضبط كأنه شخص لابس النظارة وبتدي يبص يمينه وشمال عادي زيها كأنه في اللوكيشن أو في المكان اللي هو بيقود فيه الترينيج ده بس هو برا النظارة يعني الواقع المحيط برا النظارة هو مشايفه بالضبط صحيح كده تبقى في الواقع الافتراضي بتاع الجوة النظارة أو في المكان اللي هو بياخد فيه الكورس ده بيبتدين هو بنوفر مع الفيديو تولز تانية تساعد العملات العالمية زي مثلا effects و graphics و slide show وحاجات زي كده تماما بيبتدين الشخص يأخذ الـ content بتاعه كامل من خلال أول فيديو ده أول بارد تاني بارد المشكلة في الحاجات اللي احنا بناخدها هي practice ان احنا بقى فيه جاب كبيرة ما بين اللي احنا بنتعلمه و ما بين اللي تطبيق العملي فاحنا بالتالي بعد مرارة للشخص بياخد الفيديو او بيبتدين هو يتفرج على المحتوى ده بيبتدين يجرب عن طريق ايه عن طريق game أو simulation بتبقى برضه من خلال VR بيبتدين هو يطبق عملي على الحاجة اللي هو بياخده for example عشان نساهل الموضوع مثلا دلوقتي حد بياخد كورس عن تكوين الفريق أو team building تمام فبتدي حد محاضر بيبتدي هو يكلمه ان team building ناسا مفروض يبقى خمسة مش عارف يبقى فيه حد بيموتيفيت الدنيا مع حد بيمانيج الدنيا مع حد مع حد تمام بعد ما ياخد الكورس ده بيبتدي نحطه في game نحطه دمينه characters ويبتدي ان هو يختار الحاجات او احسن team بناء على الكلام اللي هو اخده في الاول دي الفكرة ببسطة الVR اللي معنا دوريه كده طيب بيتر الVR ده جوا حاجة دلوقتي يعني النظارة دي جوا حاجة دلوقتي ولا انت لازم بتحط لها معلومات علشان انا لما حطها على عيني اشوف هي دي بتفرق من VR لVR في حاجات stand alone stand alone يعني هي جواها الشاشة بتاعتها مش محتاجة اي اجهزة من بره دي عشان بسي خفيفة من سامسونج بيتركب لها الموبايل عشان قطر نبتدي نعرض للمحتوم الموبايل بس في حاجات تانية مش محتاجة موبايل يعني طب دي دلوقتي لو انا حطتها على عيني كده انا حطتها هشوف حاجة لأ مش هشوف حاجة غير لما نحط الموبايل قدام ونبتدي ان احنا نشغل المحتوم الموبايل هشوف هحط الموبايل قدامها اه بنشيل الكوبر اللي من قدام ده بنحط الموبايل فيه اجهزة تانية بتبقى فيها شيله من هنا اه ستحيها تمام وبتحط شاشة الموبايل قدامها صحي كده بنشيل الجزء كده بنحط الموبايل مكان اه مش النوعية دي من النظارات في نظارات تانية VR من شركات تانية موجود جواها لشاشة بلتين اسمها stand alone stand alone VR مثلا بتبقى اسمه ايه memory card مثلا بيبقى هي جواها كل حاجات بيبقى جواها البروسيسور والرام والدس بلي كل الجزء كل حاجة ممكن لأي حاجة ممكن احنا نحطها على طول على النظارة طب انتو النظارة اللي زي كده مثلا دي انتو يعني وزعتوها في مدارس او طبقتوها على مدارس يعني عملتو ايه احنا قريدي لنا customer دلوقتي واشتغلنا معاهم مناها مصارع كبيرة في مجالات مختلفة واشتغلنا مع شركات في مجالات مختلفة واحنا حاليا في حاجة اسمها entrepreneurship center في الاكاديمية البحرية من ضمن احسن street projects على مستقل الاكاديمية البحرية بحيث ان احنا الانكوبيتر دي المفروض بطلعنا من شركة في مرحلة اولى لشركة بتران بزنس فاحنا قريدي يعني ويهاف customer زي عاليين معانا وعملنا مديولز كتير وفي تعاون دلوقتي مع الاكاديمية ان احنا بنعمل مديولز للكورسات التعليمية من خلال الفي ار فاحنا قريدي في حاجات اشتغلناها طب بيتر النظرة دي خفيفة جدا ده بيعتمد حجمها ووزنها على انتم مزودينها باي يعني عشان دي ما فياش حاجة جواها باي خفيفة لا لا هي الوزن هو بيبقى هو هو التانية اللي هي الستاندالوني بيبقى فيها الشاشة بتبقى تقل شوية بس هي عاما بتبقى كلها خفيفة على الراس وفي دلوقتي تكنولوجيز كتيرة يا جات بيقت خفيفة جدا يعني بحاجة من النظرة العادية للناس بتلبس طيب انت طبعت دي عرض الواقع؟ اه احنا 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 عندنا كاستومرز كمان اشتغلنا معاهم وفي ناس باللونش دلوقتي واحنا كمان فيه مديولز تانية بنعملها للناس اللي هم عندهم في السامع يعني كاتكمتشن دخلناها طبع الشركة سامسونج والحمد لله تقهينا فيها والفايل بتاعنا خميس الجاي ان احنا بنعمل فكرة ان احنا نساعد الناس اللي هم ما بيسمعوش ان هم يتعلموا من خلال تكنولوجيز في ار بنفس المديولز بتاعتنا بنفس الحاجات دي